حديث عظيم في هذا الباب من رعى منكم منكرا رعى يعني لا انه ظن ولا يقال انه منكر ولا شكلها الصاحب منكرات لا لا بد ان تقول ايش قد رأيت ان منكر فلان يرتكب فلان واضح من رأى منكم منكرا من هذه جملة شرطية منكرا هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم يعني اي منكر صغيرا كبيرا فليغيره بيده قال لابد نكون عنده علم بان هذا منكر وقال العلم قبل الانكار قد تنكر شيء هو ليس بمنكر بل بعض الناس من جهله قد ينكر معروفا ولا يجب ان تفعل هكذا لا يجب ان تصلي هكذا لا يجب وينكر ما هو معروف او ينكر ما هو جائز فلا بد من العلم قبل الانكار قبل الامر والنهي قالوا ولا بد من الرفق في الامر والنهي اثناء الامر والنهي ولا بد من الصبر بعد الامر والنهي ليس كل واحد يتقبل منك انت امره تنهى صح فهنا قال فليغيره بيده هذا ايضا تحتلل الفقه يعني تغيره بيدك اذا كنت ممن له حقا يغير بيده ما يأتي واحد ايش لا وجه له ولا حق له ولا صفة له حتى يغير المنكرات بيده وان كان منكرا لك انت لست صاحب سلطة لا انت ولا امر ولا نائب ولا امر ولا كلفت بذلك ولا انت اب بالنسبة للشخص ولا انت الزوج بالنسبة لها المرأة ما تغير بيدك وانت لست اهلا لذلك او لا يحق لك ذلك فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه يعني ينكر ويتكلم وليس المراد هنا بلسانه انه يشتم وانه يسجر وانما ممكن هذا الانكار يكون بالرفق وانك يقول الله يرضى عليك المفروض ما تفعل كذا او هذا عيب او هذا حرام او ما في حد يرضى ان يفعل باهل هذا الفعل فانكما كيف يفعل ليس بضرورة بلسانه يعني انه يتسلط باللسان ويشتم وانا اخيرا طيب وانما بحسب احتاج الى فقه فان لم يستطع فبقلبه يعني يكره هذا المنكر ولا يرضى به وهنا كثير من الناس لماذا فلان لا ينكر لماذا العالم فلاني منكرات موجودة في البلد الفلاني اين العالم الفلاني طيب اولا وما يدرك من ان هل العالم قد انكر ولا ما انكر ليس بالضرورة انه اذا انكر وانا صح اني ايش يخبرك ترى اني انا نصحت واني انكرت هل هذا من الضرورة ليس بالضرورة لا كما قال بعض مشايخنا قال وكلما نصحت للامر اتي اخبرك باني نصحت تبهت ما يلزم ان اخبرك ثم لو ان انسان كان عاجزا عن ان ينصح فكره هذا بقلبه رخص له الشرع او لو اني رخص له رخص له التحاسب على شيء الشرع رخص له ولا يحاسب عليه ليس من حقك كثير من المنكرات فيه كثير من الناس لا يستطيع عليها ماذا يفعل والله انه كثير من الدعاة من المشايخ من العلماء من طلب يكره هذه المنكرات الموجودة لكن هل بعيده من يغيروها اليوم واحد لا يستطيع حتى على نفسه صحيح لا يستطيع على نفسه كثير من الناس عارف من المنكر فلاني عارف من مقصر فيه صلة رحمة فيه بر الوالدي فيه ارتكاب لبعض الشيء فيه تأخر عن اداء بعض الواجبات لكن ما هو عاجز انه اي شيء يسيطر على حتى على نفسه ولك والله انه مبتلة ودي الناس اترك التدخين لا كمانا قاد هذا حاصل واكثر من ذلك انه ايه كله قدرة على زوجته وكل زوجة تسمع الكلام ماشي سوى اطلقها يعني يعني امع يعني عجز تكلمها هذا ايضا حاصل واكثر من ذلك الاولاد من ذا الذي يسمع كلام والدي اليوم قليل اللي الله يوفقه للاولاد يأمرهم وينهام ويسمعهم خاصة اذا كبر وصار مراهة مراهة خلاص حط راسه براسك لا بعد ينظر لي والد اصلا انت ما تفهم احنا وين العصر وانت وين ها انت عهدك بعيد الناس تطورت هذا الناس من اولادك اكثر من ذلك اولاد الاخرين اكثر من ذاك الولاد والحكام عندهم سيازتهم واموالهم وبنوكهم والاخره وان يسمعوا كلامك انت لا تعيش الخيال لذاك بعض الناس يعيش الخيال حتى يستعطف الناس وحتى يصدر هو وحتى ينجح بالانتخابات وحتى يتصدر وينال انني سافعل وسافعل وسافعل من قال انك ستفعل واذاك سبحانه ربنا جل وعلا قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني هم ذهبين للجهاد اختبرهم بما هو اقل من ذلك اللي من الان ما تستجاوز هذا الامر فشربوا منه الا قليل منهم صح فما بالك انتوا جئتم لشيء اكبر فكثير من الناس من الدعاة مني يقول سافعل واقيم خلافة ودولة واعلن الجهاد واحرر فلسطين لا واركع امريكا مقادر حتى يعفل الحيطة تكلم يقول سافعل سافعل هذا خيال فالصدق الصدق مطلوب المسلم يكون صادقا فيما يدعي يعني لو سمع ما رأى لكن يسمع يسمع المنكر مش سمع انه فيه منكر لا يسمع المنكر تبهتم طيب لو واحد اعمى ويسمع واحد يشتم واحد هذا منكر يقول اتق الله لا تشتم لا تلعن ولا ما يقول يقول تش درق انت اعمى اصلا والنبي صادم يقول ما رأى منكم لا رأى يعني هنا علم باي طريقة سواء ان رأى بعينه او سمعه لكن المحظور انه يعتمد على ما يقال احنا هذا ما علم ولا سمع ها يقال لا يقال لا ما هو منكر لانه تتأكد لما ترى بعينك او تسمعه او تلمسه بيدك او ممكن تشمه بعد شمع ولا لا ممكن ولا يسمع ممكن نعم كما لو تشتمع منه رائحة تدخين او رائحة خمر فانت تعبر هنا رأيته منكرا نعم هذا سابقا كانت ادوات الله وهذه هدر شبه عنده اعت له تكسرها وين رح يشتك عند القاضي يحكم عليه عثوا عندك هذا حرام اكله واصبح تألات الله وهذه اش محترم ولو تكسرها يرفع عليك قضية اسمها تلاف ما للغير يرفع عليك قضية وغرمك بعض وانك تعبت نفسيا كسرت آلته وضيعته لحفلة وضيعته لما عند ناس اذا كل شيء بحسبه هو ما زال منكرا سواء سابقا او لاحقا لكن اليوم ما تستطيع ان تفعل ذلك تبهتم نعم ما تأتي له سابقا كان هدر تعال وكسر اليوم هو هدر ماذا تفعل ندخل ايش في الحالي نفسه تعتبر غير مستطيع فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقالبه نعم ترجمة نانسي قنقر